بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيدة المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج حلمك علينا الحقيقة النهاردة هنتكلم في موضوع مهم شاغل كل الناس رؤية الأموات رؤية الأموات رؤية أوقات بتكون مصدر فرح لناس كتير وأوقات بتكون مصدر إزعاج لناس كتير وأوقات بتكون رؤية محيرة يا ترى اللي شفته ده خير ولا شر هو الميت لما جالي في الحلم جالي ليه طب هو لما أخد مني حاجة في كل الحالات الحاجة اللي أخدها دي لازم يكون في حد هيموت لازم يكون في حد هنفقده هو جاي ياخد حد كل دي أسئلة هنجاوب عليها إن شاء الله النهاردة في حلقتنا أول حاجة هنتكلم فيها رؤية الأموات بشكل عام هل هي خير ولا شر الحقيقة إن رؤية الأموات زي ما قلنا زيها زي كل الرؤى اللي بنشوفها إما إنها بتكون بشرة بتبشرك بخير بس بتكون بشرة مؤكدة وإما إنها بتنزرك بشيء وبردو الإنذار بيبقى مؤكد بمعنى إيه؟ بمعنى إنك لما بتشوف الميت في الحلم الميت دايما بيحمل طيب فاصل ونرجع نكمل كلامنا فضل أهلا وسهلا مرة تاني قبل الفاصل كنا بنتكلم عن بشرات رؤية الأموات ولما بتشوف ميت المفروض تفرح ولا تزعل زي ما قلنا إن رؤية الميت حق دايما بيأتينا برسالة الرسالة دي بتكون رسالة أكيدة سواء كانت رسالة بشرة أو حاجة بتفرحنا أو سواء كانت إنذار من وقوع شيء أو لمنع حدوث يعني فعل معين بمعنى إيه؟ بمعنى إنك مثلا لما تشوف الميت في الحلم جاي بيعمل عمل خير ده معنى إنه بيحسك إنك تعمل نفس العمل بتاعه أو بيدي لك إشارة بيقولك فيها اعمل زي ما أنا بعمل أو هو ممكن يكون ده رد على سؤال أو على استخارة أو على يعني تحاور بيدور بينك وبين حضرتك وبين نفسك أعمل العمل ده ولا ما عملوش فهو رؤيته في هذه الحالة وهو بيعمل العمل ده أو بيعمل الشيء ده كأنه بيحسك على إن حضرتك تعمل نفس الموضوع طيب لو شفت الميت في المنام مثلا بيرقص أو شفت الميت في المنام فرحون جدا أولا على حسب الرأس اللي بيرقصه هل هو فيه مزيكة وصخب وكذا وكذا فهذا الشيء غير محمود بالمرة أما إذا كان بيبين على وجهه الفرح والسرور فهو بيعمل حاجة من الاتنين إما بيطمنك على نفسك أو بيطمنك عليه هو نفسه إنه هو في مكانة كويسة وإنه هو بيبشرك بإنه الحمد لله مكانته عند ربنا كويسة طيب ناخد أم أحمد من أسيوت ألو أي أم أحمد السلام عليكم إزيك يا دكتور إيناع عليكم السلام ورحمة الله يا فندم إزيح حضرتك الله يخليكي عندي حلمينة ما يخليكي اتفضلي تفضلي أول حلم حلم تجوز المتوفي عد في الشارع وفضتنا كده وأنا بص عليه من شباك هو كان مديني الظهر يعني عدى كده وما بصش على البيت ورجع تاني وهو معد كده أنا بصيت على ظهره لعيته لغة مكلابية وزيادة كده فهيره شوي بيتع في السنة كده وكان داله كده مخضر خفيف أنا بصيت على ظهره حتى شكت إنه الاجلبية تحته معطوعة كده أطعي خفيفة على ظهره كده ورجع كده في الشارع نفسه وما دخلش بيطنا ومشي تاني ومشي مكان للناس طيب والحلم التاني يا سيد محمد أول التاني حلم قصدي أنا عندي حتة فضية ورا البيت اتبعنا فبحفر كده بيدي لقيت فيها ظلطايا الظلط أو ظلطايا كده شكلها كده يعني بقول إيه الظلطايا دي شكلها اللي بيشوف الظلطايا دي بيكون تحت المكان ده كنز المكان ده إيه؟ تحتي إيه؟ كنز كنز شكل الظلطايا غريب بقول الظلطايا دي لكن لها تحت المكان ده كنز تمام بس كده ربنا يخليك حضرتك عندوكو حد في البيت حامل يعني في انتظار مولود جاي في الطريق إن شاء الله لا ما فيس حد حامل طيب أوكي شكرا يا سيد محمد إسلامين يا غريب إسلام الحقيقة الحلم الأولين يقولي علاقة بالحلقة طبعا رؤية الأموات هي شافت الأول جزها معدي في الشارع ولابس جلبية بيضعة على السنة ولكن الجلبية كان فيها قطع خفيف هنا الميت بيحتاج إلى صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سلاس صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فحضرتك شفتي جلبابه في قطع ده معناه إني زوج حضرتك محتاج لصدقة تعزز مكانته عند الله يعني حاله عند ربنا يعني نقول متوسط الحال هو في احتياج لصدقات يا سيد محمد ده بالنسبة للحلم الأولين أما بالنسبة للحلم التاني فبما أني ما عندكوش حد في انتظار مولود جديد أرض تجيب مولود جديد فإحنا نقول إن شاء الله تدخل بيتكو عروسة جديدة مش كنز ولا حاجة الأحلام بتاعت الكنوز وكذا 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 لها إشارات أخرى قدنا يعني إن شاء الله نتعرض إليها في حلقة خاصة لكن بالنسبة للحلم بتاع حضرتك ده دليل إن شاء الله بيتك هتدخل عروسة جديدة تمام يا سيد محمد ناخد أميرة من إنا ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله زيك يا أستاذ أميرة الحمد لله فضال يقول الحلم بتاعت هو في حلم والتي تحلمته كده إنه أختي مسكة إدتها حديدة في إيدها ويمشي بيها الحديدة دي نتلف حوالها تعبان ورأي التعبان ده فضت في إيها وشتغلت تفرخ كده ورح تفضت علي أنا بعدين أقوى عليك أو نط عليك تمام مين اللي بدأ أختك الحديدة يا أميرة والدتي تمام كملي وبس كده أختك متجوزة؟ لا طيب شكرا يا أستاذ أميرة طيب الحلم بتاع أستاذ أميرة بيقول إن أختها هيتقدم لها عريس وأمها هتجبرها إنها توافع عليه والعريس ده ما فيهوش صلاح ولا فيه خير لأنه بعد كده يعني هيكون شخص واضح من الحلم إنه هو لأسف شخص غير محمود يعني من دلوقتي يا جماعة لو تقدم لكم الرجل ده ده إنزار للأم في إن حضرتك ما توفقش على العريس ده هو شخص ما فيهوش خير للبنتين يعني وإن شاء الله ربنا يسهل الأمر وتبقى الأمور كويسة تمام؟ نرجع لموضوعنا مرة تانية وهي رؤية الأموات في المنام زي ما لسه قايلين دلوقتي حالا إن تعرضنا لجزئية إن إذا شفت الميت لابس ملابس الملابس دي فيها قطع وقد تكون متسخة وقد يكون يعني على غير شكل سوي ده معناه إن الميت بيحتاج لصدقات في أشكال أخرى بنشوف بيها الأموات بتدلنا على أحوالهم زي مثلا إنك تشوف الميت في الحلم عاري عاري تماما ودي رؤية كانت بعثتها متابعة لنا وبتقول إنها شفت والدها بعد ما توفى بيوم واحد إنه شفته وهو عاري تماما فالحلم ده معناه إني ببقي على صلاح إن شاء الله وهو في الجنة خرج من الدنيا بدون زنوب بإذن الله تعالى معنا أستاذ محمود من القاهرة ألو أستاذ محمود من فضلك وطي التلفزيون سمعني من التلفون يا فانت لك يا دكتور الحمد لله زي حضرتك الحمد لله دلوقتي أنا أحلمت دلوقتي اللي أنا أحلمت في صديقي وهو مجد تمام بس هو جانا واحنا مع بعضنا وطي التلفزيون يا أستاذ محمود وطي التلفزيون اتفضل كم جانا بس ما كلمناش هو جي جي بص علينا بص علينا هو زعلان فضينا الندم عليه ما رديكش تمام خلص كبير الحلم؟ فمشينا وراه فمشينا وراه آه جاعدين ندم عليه برضو ما رديكش فجينا لجنة جاعد تحت شجرة تمام فالشجرة دي شجرة خوخ تمام فبالندم عليه برضو رح سبنا ومشي طيب شكرا يا أستاذ محمود شكرا كيف أنت شكرا الحلم ده معناه إنه صادقكم المتوفي اللي هو كان جاي بص عليكم أولا هو كان بيطمنكم عليه يا أستاذ محمود يعني واضح إن انتو يعني زعلانين عليه فهو جاي بيطمنكم عليه إن هو كويس وكونوا إن انتو تلاقوا إن هو قاعد تحت شجرة خوخ على فكرة شجرة الخوخ من أشجار الجنة إن شاء الله هو بيطمنكم إن هو في مكانة كويسة والله أعلم نرجع تاني لأحوال الأموات في المنام تمام فزي ما قلنا إن كان فيه متابعة من متابعين البرنامج بعتت لنا قالت إنها شافت والدها ميت وهو كان عاري وأنا بقول لها إن والدك على صلاح إن شاء الله لأن رؤية دي معناها إن هو الحمد لله تخلص من زنوب الدنيا طيب نكمل على نفس المنوال إذا شفنا الميت وشه في الحلم مثلا أسود أو كفوف إيدي سوداء والعزو بالله للأسف ده بينم عن حاله سواد الوجه للحي هو غير محمود فما بالك إذا كان للميت فما بالك إذا كان للميت فللأسف الشديد ده معناه إن هو على غير صلاح فيه رؤية تاني ممكن يشوف فيها الميت في المنام ندخل في الحاجات اللي بتخوف الناس يقول لك أنا شفت نفسي بحضن ميت واحد طب شفت بتحضنه إزاي إذا رأى الرائي إنه يكون باحتضان ميت داخل المنام داخل المكبرة جوه قبر فده معناه إنه للأسف شخص يفعل الفحشة يعني ده شخص للأسف يقوم بالزنا رؤية الحي وإنه بيوحدوا الميت جوه القبر فهده معناه إنه هو العزو بالله يعفعل الفحشة معنا مدامي إيمان ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا فانت أولدت ألو كنت حامل فانت وولدت بيانتا صغيرة وتوفت يعني مش فتهاش تمام بعد خمس سنين يا فانت دم جات في الحلم بعد حبل خمس سنين بقى جات في الحلم إن أنا شايلها وكلهم فرحانين بيها فأنا مش عارفة ده 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 على إيه طيب شكرا يا أستاذ إيمان طيب هو الحلم ده بيدول إن انت إن شاء الله هتجيلك مولودة بنت إن شاء الله هتجيلك بنت تانية مكانها إن شاء الله وربنا يعوضك خير يا مدام إيمان طيب فقلنا ندخل بقى في الأحلام اللي بتخوف الناس قلنا جزئية إن حد بيشوف نفسه بيحدن ميت تمام ممكن حد تاني يشوف نفسه وهو نفسه ميت طيب موت الأحياء في المنام دليل على تيسير الأمور موت الأحياء في المنام حضرتك شفت نفسك بتموت شفت والدك بيموت شفت ابنك بيموت كلهم فيهم خير كلهم ما فيهاش حاجة تخوف يا جماعة إلا إذا كان الشخص اللي انت شفته في الحلم ده هو أصلا على فراش الموت الاستثناء الوحيد إن الشخص ده نفسه يكون على فراش الموت إذا انت بقى الرؤية محققة والله أعلم ولكن إذا كان بشكل عادي أنا شفت نفسي بموت أو شفت أمي أو أبوي أو أخوي أو كذا بالعكس الحلم ده دليل على تيسير الأمور ودليل على إن إن شاء الله إذا كان عنده دين ربنا إن شاء الله هيسد دينه إذا كان عنده قرب القرب ده هينتهي موت الحي في المنام انكضاء أمره معلق وانتهاء مشكلة بإذن الله طيب إذا كنت شفت الميت في المنام وهو محمول على الأعناق بس الميت ده أصلا كان حي طيب ده معناه إن حضرتك هتنال منزلة ورفعة شريفة وإنت عايش يعني الشخص اللي بيشوف نفسه محمول على الأكتاف كأنه ميت ده شخص بينال منزلة كويسة في حياته طيب إذا كنت أنا بشوف نفسي أنا اللي بحمل ميت ده معناه حكتين لو أنا بودي الميت ده للمقبرة في المنام يعني أنا أحمل ميت شاي الميت شفت نفسك شاي الميت ورايحت ودي المقبرة فأنت على السنة أنت تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا أخدت ميت وودته أو أرسلته إلى مكان ليس بمكانه فأنت كده للأسف على الباطل طيب في حد يقولك أنا شفت إن أنا أنا تاجر مثلا وشفت إن أنا شاي الميت وخدته وديته السوق ده معناه إن التاجر ده سيربح أرباح عظيمة لأنه ده معناه إنه بينهي على البضاعة اللي موجودة عنده أو بيحصل له حركة رواج في شغله تمام؟ ناخد أستاذة أمنية ألو ألو أيوة تفضلي يا أستاذ سمحتي أنا عندي حلم اتفضلي يا فاند أنا بنت عمي حلمذني أيوة إن أنا في بيتنا بس في الدور الثاني في الصدف آه وبعدين يا أستاذة آآ حلمتني قاعدة في ظلمة آآ وهي قاعدة في نور هي وأختي في بيت عمتي تمام خلس كده الحلم يا أستاذة أمنية؟ وأنا يعني كنت في ظلمة واحدة وهي نورية وبنت عمي أنت عندك كم سنة يا أستاذة أمنية؟ أنا عندك ستاشر عندك ستاشر مخطوبة؟ أي مخطوبة تمام شكرا يا أستاذة أمنية؟ والله يا قبل أن أمس الحالة جدا أني أخليها أتقول ما أخليها ده أحبك جدا أرسيي يا حبابتي شكرا أن أحبك اللذي أحببتني فيه شكرا يا فاند يا أستاذة أمنية يعني الحلم بتاعها بنت عميتها شافتها أن هي قاعدة على سطوح بس قاعدة في الظلمة وهي كانت قاعدة في النور ده معناه أني أنت شخص منطوي الحلم ده حلم نفسي معناه أني أنت شخص منطوي ومعناه أني أنت ما عندكش أصدقاء والوحدة بتخيم على حياتك أنا أفضل التفسير النفسي على التفسير يعني تفسير الرؤى والأحلام لأن في التفسيرات الأخرى هيكون لها معنى مش حلو ما حبش أفسره لك لكن لو على المستوى النفسي الحلم ده بيقول أن أنت شخص يعني منفرد كده بنفسه بتحب تعودي الواحد الكتير فحاولي تندمج مع الناس يا أمناه طيب نروح بقى للنصايح والتحذيرات اللي دايماً بنشوفها الميت أو دايماً بيجينا الميت يقولهن هل يتوجب علينا اتباع نصيحة الميت أو يتوجب علينا طرق ما ينهانا عنه في المنام نعم كل نصايح الأموات صدق وكل تحذيراته أو منعه لنا صدق طيب هل التحذير أو النصيحة دي بيبقى بشكل مباشر لا ما بيبقاش بشكل مباشر ممكن جداً الميت يجي يضربك في المنام في حالتين في حالتين الحالة الأولانية إذا ضربك برضا فأنت تنتفع منه بشيء أما إذا ضربك بغضب فهو ينهيك عن فعل شيء آخر طيب ناخد أم ياسين من المين يا قالوا أم ياسين طيب شكراً يا تصالحة لتصل بينا مرة تانية يا أم ياسين طيب فقلنا في حالة الضرب إذا كان فيها إذا كان بيضربك برضا فهو معناه إنك هتنتفع من الميت ده بمراس هتنتفع منه بنصيحة هتنتفع منه بشيء أما إذا كان بيضربك بغضب بغضب شديد ده معناه إنه بينهاك عن فعل شيء أو إنه هو غضبان منك على حاجة طيب تحذيرات الميت زي ما قلنا التحذير ممكن يكون جداً يجي لك عن طريق إشارة إنك تشوف الميت ما بيعملش الحاجة اللي أنت هتعملها أو تشوفه وهو بيحذر حد أو بيتشاغر مع حد بسبب فعل شبه اللي حضرتك ما يتعمله فهو كده بيمنعك ندخل على حاجة تانية خالص وحاجة مريبة لما بنشوفها يعني تقشعر لها لأبدان حد يقول لك أنا حلمت إن أنا بحفر قبور وأنا بحفر القبر وشفت ميت والميت ده طلح حتت وطلع متقطع وكفنته تاني والرؤية دي رؤية حقيقية وكان فيه حد حكيها وقال إنه هو صاحب من نوم للأسف الشديد يعني بيرتعش انت ليك حق ترتعش رؤية تقطيع الأموات في المنام حضرتك بتقطع في سيرة ميت حضرتك بتجيب سيرة حد ميت وللأسف الشديد الميت ده اللي بياخد حقه ربنا يعني يذكرني حكاية صغيرة حكيها لحضراتكم سريعا إن كان فيه أحد الأموات وكانت سيدة وكانت يعني الناس بيقولوا عنها أفعال وهي ليست فيها فجابوا الست اللي بتغسلها بعد وفاتها فالست وهي بتغسلها وبتمشي إيديها على جسمها قالت لها كده في وشها قطقيلة فيكي كذا وكذا وكذا والست بتتهمها وهي ميتة فاللي حصل إن إيد الست اللي بتغسل لزقت على جسد الست المتوفية وما قدرتش تحركها وعدت ساعات وعد وقت طويل وأهل المتوفية كل شوية خبطوا على الباب عشان يسألوا الست خلصت تخسيل وهي تقول لهم لسه خلصت تخسيل تقول لهم لسه لغاية ما يعني الموضوع بقى صعب قوي اتأخرت جدا فتحوا الباب لقيوا إيديها لزقة في الست دي فبعتوا لأكثر من شيخ في المدينة يسألوا نعمل إيه عشان إيديها تفك عن الست المتوفية دي ونعرف ند فينها محدش عارف إلا لما ذهبوا لسيدنا مالك رضي الله عنه والإمام مالك طبعا وراحوا سألوه فقال لهم إن الست دي يعني اتهمت المتوفية بشيء الست المتوفية دي مش هتقدر تدافع عن نفسها فدافع عنها الله فلازم تعتذر لها فراحوا لما قالوا لها إيه الزنب اللي انت قلته لها علشان إيديك لزقت فيها فقالت إن أنا اتهمتها يعني بالفعل الشين وأنا برجو منها السماح لما طلبت منها السماح فكت أيديها فهنا يعني ما ينفعش ترمي الميت بالباطل لإنه ميت ما يقدرش يدفع عن نفسه لكن ربنا بيدفع عنه فالحلم ده من الأحلام الفضيعة اللي لما صاحبها يشوفها يشوف نفسه بيقطع في ميت أيو حب أحدكم أن يأكل لحمة أخيه ميتا فكريه تموه سواء في مس كسيرة الحي أو مس كسيرة الميت فاحذروا من الأحلام اللي بالشكل ده تمام الحاجة التانية بقى الناس اللي بتشوف نفسها الناس اللي بتشوف آخر حاجة هنقولها الميت بيدي لك حاجة أو بياخد منك حاجة الميت لما بيدي لك حاجة كل عطايا الأموات خير كل عطايا الأموات خير بلا استثناء ما عدا بس إن هو يدي لك قماشة بيضا مطبقة أو إن هو يدي لك بطيخ دايما نقول إن البطيخ من الأشياء المكروهة اللهم يفارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نلقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته